تعليقاً عن تصريحات كيروش إنه لو أنت من المعجبين جداً من الراجل والمتفائلين بمشواره مع منتخب مصر تشوف إنه الراجل ده قادر على أن يروح بنا لبعيد في كاس أمم أفريقيا ويوصل بنا كاس العالم ولو أنت من العكس أو الناس اللي مش مقتنعة بمشوار كارلوس كيروش مع منتخبنا على الأقل خلينا نراهن أنا وإنت كده على لعبة المنتخب اللي قلت لكم ما عندي الشك في أن عندهم قدرة أن هم ياخدوا المنتخب ويروحوا لبعيد وخدوا بالكم أنه عندنا في اللي سكوات بتاعت منتخبنا الوطني لعبة شاركة أورادي في كاس العالم ولعبة نجوم في فراها وأسماء من أكبر أسماء في منتخب في الدوليات الأوروبية ولعبة أبطال أفريقيا على مستوى المنتخب الأوليمبي ولعبة تانية أبطال أفريقيا على مستوى النادي الأندية وطبعاً هم نجوم النادي الأهلي وبالتالي منتخب عارف يعني إيه شخصية البطن منتخب عارف يعني إنه رايح أو بيدخل بطولة هدفه الأساسي إنه ينافس عليها إذا كان فيه دور ومسؤولية لعيبة كابتن محمود وخصوصاً لعيبة الكبيرة تقول لهم إيه هو طبعاً البطولات ما بتتحققش حتى لو فيه جهاز فني على مستوى عالي فنياً المستوى الفني اللاعبين جيد النما البطولات محتاجة للقيادة الصفات والشخصية الإرادية المتوفرة في لعبة المنتخب أو لعبة النادي يعني كلمة عن المنتخب بأعتقد يعني ما حققه كابتن مثلاً حسن شحاته أعتقد اللعبة سعديته كتير لأن كلهم شخصات قيادية يعني كل واحد يقود فرقاً بدون يعني ذكر أسماء فدي أكيد لها دور كبير أول شخصات اللاعبين وتصميمهم ومصوت طموح بتاعهم وتركيزهم الحاجات النفسية والصفات الإرادية اللي بتتوفر لمجموعة اللاعبين ما فيش شك دي بتساعد كتير أول في تحقيق البطولات إن شاء الله بإذن الله نتمنى مشاركة موفقة يعني وزي ما كنت بتكلم معاكم وزي ما حقيقة كنت بدلتش مع كابتن محمود أنه أنا مش قادر أفصل أو أبعد لتنين عن بعض مشاركة مصر في أمم أفريقيا اللي تخلص نتمنها وليه لقى يعني مش في فبراير وليه لقى مش موجودين في المباراة النهائية وبعدها يمكن بقى اللي من شهر هتكون المباراتين المصريتين بقى المرحلة الأخيرة من تصفيات كاس العالم تفرق قوي وانت رايح المرحلة الأخيرة واصل لنهائي أو واصل لقبل نهائي أو على حال اللي مقدم بطولة قوية بتقول فيها أنك قادر توصل وتمثل قارة أفريقيا